أعتقد أن الإنسان إذا منصف بيقرأ إنجيل يحنى لابد أن يصطدم بشخصية وهوية يسوع المسيح من البداية في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله يعني فيه أوضح من هذا الكلام كلام واضح جزء صحيح ولم يقول لك في يحنى 6.38 لأني نزلت من السماء نزلت من السماء ليس ليفعل مشيئتي بالمشيئة الذي أرسل نزل من السماء يعني مش بدأ من مزوض بيت الأحد لا ده زي ما أنت بتقول في البدء كان الكلمة أو زي ما قرنا في ميخ 5.2 مخارجه منذ القضي منذ أيام الأزل نعم هو الأزلي اللي نزل من السماء عشان يفدينا واحدة أنا من يومين أنا بستمتع بقراءة سفر الرؤية أخي يوسف وبعدين لما بتقرأ سفر الرؤية يعني شيء مزهل كل الألقاب والأسماء والطريقة اللي بيتحدث فيها سفر الرؤية عن هوية يسوع يعني مليون في المية مش مية في المية لابد أن تصطدم أن يسوع هو الله إذا بتعطينا فكرة من سفر الرؤية يعني الكلام كثير عندنا وبرضو سأخذ مقتطفات في إشعية نقرأ ثلاث مرات أن المسيح هو أن الله مكاسف أن الله هو الأول والآخر البداية والنهاية الألف والياء ثلاث مرات في نبوة إشعية عن الله صراحة في سفر الرؤية نقرأ ثلاث مرات برضو عن المسيح نفس الكلام اللي تقال عن الله في نبوة إشعية يتقال عن المسيح في رؤية واحد ورؤية اثنين ورؤية اثنين وعشرين أنا الألف والياء البداية والنهاية الكائن والذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء تمام يبقى إذن اللي تقال عن الله في نبوة إشعية اتكرر بنصه في سفر الرؤية ثلاث مرات في إشعية وثلاث مرات في الرؤية أخي يوسف طبعا الحديث شيق معاك أحب أعطي فرصة لكل مشاهد إذا عندك على فكرة أي اعتراضات وأنا في رسالة اللي بعتناها في السوشال ميديا إذا عندك اعتراضات على هذا المضوع بس الاعتراضات تكون مبرهنة مش مجرد رمي الكلام وبكل سرور سنرد على تساؤلاتك هذا موضوع يتطلب إعلان على فكرة مش بس برهن لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس هذا إعلان إلهي في داخل في كيان الإنسان حتى ندرك هوية وعظمة يسوع المسيح ابقوا معنا سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى